القدرات العسكرية الغربية الهائلة غير كافية في المعركة ضد القوات اليمنية هذا ما خلص إليه موقع Stars and Stripes الأمريكي الموقع قال إن الهجمات اليمنية الأخيرة مؤشر جديد وواضح على أن القوات اليمنية لا تنوي التوقف عن ضرباتها رغم تكثيف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن فيما يحذر الخبراء من أن التورط الأمريكي الواسع في العدوان على اليمن سيؤدي إلى تعثر القوات الأمريكية لسنوات في مستنقع ضد عدو مرن ومعتاد على العمل في بيئة الحرب وأضاف الموقع أنه على القوى الغربية الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمواجهة القدرات اليمنية ولتقدير كيف تعمل التكنولوجيات على الغرب إدراك صعوبة قتال جماعات كتلك اليمنية وفقاً لStars and Stripes واعتبر الموقع أن القوات اليمنية أثبتت أنها أتقنت هذا النوع من الحرب غير النظامية لجهة تخزين الأسلحة أو آلية توجيه الضربات من جانبها قالت مجلة The National Interest الأمريكية أن هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر تلقن الغرب دروساً قاسية لأنها تثبت عجز السفن الحربية وحاملات الطائرات على السيطرة على البحار المجلة أشارت إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر يظهر أن عدد السفن الحربية لدى أي بلد لم يعد مهماً في تقييم قدرته على السيطرة المطلقة على البحار وأوضحت أن تطوير الصواريخ المضادة للسفن والمسيرات الرخيصة قد أحدث ثورة في الحرب البحرية وأكدت National Interest أنه رغم القوات النارية لدى البحرية الأمريكية فإن القوات اليمنية لا تزال متماسكة وتقوم بهجماتها البحرية بانتظام المجلة خلصت إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها لن يتمكنوا من إيجاد حل عسكري لأزمة البحر الأحمر وأنهم فشلوا في القضاء على التهديد اليمني رغم العدوان المتكرر على البلاد فيما سيتعين عليهم انتظار وقف إطلاق النار في غزة